حضرة الزملاء يوم غد الوقع فيها السابع من تشيني الثاني نوفمبر سنتشرف بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر وسعادة أنطونيو جيتاريس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وبقي رؤساء الدول والحكومات والقيادات المرموقة خلال الجلسة الافتتاحية لقمة التنفيذ في مجال العمل المناخي في شرمي الشيخ هذا الجزء الأول من اجتماع رفيع المستوى سيتواصل بعد ظهر يوم الاثنين السابع والثلاثاء الثامن من تشيني الثاني نوفمبر حيث أن رؤساء الدول والحكومات سيدلون بالبيانات الوطنية أو البيانات من نيابة عن مجموعات التفاوض في الاتفاقية الاجتماع رفيع المستوى سيتواصل يوم الثلاثاء الخمس عشر من تشيني الثاني نوفمبر والأربعاء السادس عشر من تشيني الثاني نوفمبر حيث سنواصل الاستماع إلى البيانات الوطنية من الأطراف بحضور رؤساء الدول والحكومات الذين لم يأخذوا الكلمة في الجزء الأول في يوم الأربعة 16 من 22 نوفمبر وبعد الانتهاء من البيانات الوطنية سنستمع إلى بيانات كبار ممثل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ويوم الخميس 17 من 22 نوفمبر والجمعة 18 من 22 نوفمبر سنعود الاجتماع لدراسة القرارات والاستنتاجات بهدف اعتمادها لا أرى أي اعتراض وبالتالي فإنما قطرحته سيعتمد سنواصل العمل على هذا الأساس تقرر الأمر على هذا النحو